ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابة المؤكدة بفايروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 482 مليون و330 ألف حالة وفدت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفايروس حول العالم تجاوز 6 ملايين و127 ألف حالة مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تضم أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم تليها الهند ترجمة نانسي قنقر